هل تجرؤ على الاعتراف أنك لم تحصل على شهادة جامعية حتى الآن؟ صح هل تجرؤ أن تعلن لأول مرة عن قيمة عقدك مع قناة القاهرة والناس؟ ما حدش لقوا أي علاقة في ده هل تجرؤ على الاعتراف أنك تحاول تقديم نسخة معدلة من برنامج صبايا الخير لريهام سعيد؟ إذا بقولك أنه البرنامج ده مش شايفه ولا مرة مش هصدقك لأني عارفة حاجات حصلت مشاكل بين البرنامجين لا لا أبدا 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 مشاكل إيه؟ استضفت ضيوف أنت استضفتهم وفتحت موضوعات أنت فتحتها وانتقدت الشكل اللي فتحت بيه الموضوعات أنا بقولك حاجة يعني مستحيل تكون ما شفتش البرنامج ولا مرة أنا ما شفتش تلفزيون أصلا هشوف فين بس أنا شخصيا كي أقول كلمة حق ربما ريهام دخلت السكة دي قبلي هنا في مصر أعتقد ذلك يعني ده اللي سمعته إنه هي كانت تعمل الحاجات دي اجتماعي إيه الحاجات دي؟ لا الحاجات دي يعني الاجتماعية تحت الكوبري الحاجات اللي تحت الكوبري؟ لا الحاجات الاجتماعية إنها هي دخلت السكة دي ممكن قبلي ما أنا أدخلها ولا شك إنه ريهام إعلامية مكتهدة بتشتغل على نفسها وعم بتجيب حاجات مسمعية طبعا هل تجرؤ على الاعتراف إنك بتلاقي تأدير أكبر ومعاملة أفضل خارق قناة القاهرة والناس؟ ما تجربتش والتأدير أنا بعمله لنفسي محدش بالدين التأدير يعني الإنسان هو بيقدر نفسه في شغله وبنجاحه محدش بيقدر يعني التأدير مش يعني مش حدي بيمنعليك فيه شكرا